حظيت مدينة مونغو مؤخرا على محطة لتوليد الطاقة الشمسية الهجينة وهو مشروع يدخل في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى حل أزمة الكهرباء وتوفير الطاقة الآمنة والنظفة خاصة في ظل الآثار السلبية المترتبة على التغير المناخي وقد قام رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس ديبيتنو بتفقل المشروع والوقوف على مدى جاهزيته في إنتاج الطاقة وتوفير الكهرباء لسكان مدينة مونغو وخلال زيارته تفقد رئيس الجمهورية الجوانب المختلفة للمشروع واستمع إلى شرح من قبل القائمين عليه ويعتبر هذا المشروع من بين خمسة مشاريع مماثلة في كل من آتيا، أم حجر، أم تمان ومصرو وهو مشروع بادر به المشير الراحل لدريس ديبيتنو منذ العام 2020 وبحسب القائمين على تنفيذ وتشغيل المشروع فإنه قد تعثر قليلا عقب رحيل مشير شارد وبسبب الظروف الصحية الناتجة على جائحة كورونا إلا أنه بدأ في إنتاج الطاقة منذ يونيو الماضي وقد أعرب رئيس الجمهورية عن فخره بأن تستفيد بعض المدن الشالية من محطة لتوليد الطاقة الشمسية الهجينة الصديقة للبيئة وأكدا أن شاد بإنجاز هذا المشروع تساهم في حماية كوكب الأرض من الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي وذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آثار التغير المناخي المتمثلة في الفيضانات التي تسببت بأضرار لحوالي 1 مليون شخص وتدمير 463 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه وإزاء هذا الوضع وجهها فخامته رسالة إلى الدول الغنية التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي بتصحيح أخطائها والمساهمة في خفض الآثار المترتبة على التغير المناخي والتي يعاني منها عدد من الدول من بينها شادة كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تستفيد باقي المدن الشادية من هذا المشروع الذي يساهم بشكل كبير في مواجهة تحديات الطاقة هذا وبحسب الاتفاق المبرمي بين شركة زيز والحكومة الشادية فإن الشركة تقوم بمناء محطة توليد الطاقة الشمسية الهجينة وتقوم الحكومة الشادية بالتمويل في حدود 14 مليار فرانك سيفا لتوزيع الطاقة مما يساهم في خفض سعر الكهرباء ويجعله في متناول المواطنين